كيف تلقيتم قرار العفو عن عدد من الشخصيات أو من المحبوسين على زمة قضايا سياسية؟ يعني إحنا بكل تأكيد رحبنا بالاستجابة السريعة لمطلب إطلاق صراح الأستاذ باتريك جورجو وطبعا المطلب القديم المتكرر الخاص بالمطالبة بالإفراق عن الأستاذ محمد الباقر يعني زي ما هيك عارفة أن إحنا منذ إطلاق دعوة الرئيس في إفطار الأسر المصرية للحوار الوطني وإحنا وضعنا على رأس المطالب الخاصة بين إطلاق صراح السجناء وإغلاق ملف السجناء بشكل عام وتغيير الأجواء العامة أنه حتى أصلا يعني نخرج برة دايرة إلقاء الخبض على المواطنات والمواطنين بسبب التعبير عن الرأي سواء في وسائل تواصل اجتماعي أو في وسائل الإعلام فبالتالي يعني كان خبر صادم لنا الحكم اللي صادر ضد باتريك زاكي وإن إحنا كنا بنقصب نطالب بفترة طويلة بإنهاء هذا الملف وستمح له بالسفر وستناف عمله فبالتالي يعني أعتقد رد الفعل اللي حصل وسواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي يعني إحنا عارفين أن باتريك زاكي له علاقة بإيطاليا وكان طالب هناك بيدرس الماجستير هناك فمن الواضح أنه كان فيه اهتمام من الحكومة الإيطالية بملف باتريك دورج زاكي كيف تقيم مرونة النظام في تنفيذ مطالب المعارضة؟ هو شو في حقيقة أستاذ النسما وإحنا اللي عايزينه بصراحة مرونة ممثلة في التعامل مع ملف كل السجناء يعني أنا أعتقد أن باتريك يمكن كان زي ما قلت حضرتك كان له البعد الدولي الخاص به فيما يتعلق بدور إيطاليا والحكومة الإيطالية في الضغط من أجل الإفراج عنه الأستاذ محمد الباكر برضو يعني كان معروف كمحامي حقوقي ويدافع عن كوك الإنسان إجابة سريعة بعد الحكم بيوم واحد أما علاء عبد الفتاح وأيضا وراه ما هو ده بقى السؤال اللي احنا بنتراه هو علاء عبد الفتاح وأحمد دومة ومحمد أكسوجين وعدد كبير من الأسماء اللي أنا قلت حقيق احنا ده بالنسبة لنا يعني نقطة أساسية تؤكد أو لا تؤكد جدية النظام في تحقيق إصلاح سياسي في مصر هو الموضوع مش الحوار من أجل الحوار احنا دخلنا الحوار من أجل يعني تحقيق هذا الإصلاح ويتجاوز مرحلة صعبة جدا جدا احنا عشناها يعني حتى نهاية العام 2019 عندما تم إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المعارضين فالنظام جاي بيقول أنه عايز يعمل إصلاح سياسي طب كيف سأستقيم الإصلاح السياسي دون إنهاء ملف المعتقلين والتوقف عن إلقاء القبض على مواطنين آخرين لأن ده كمان جزء من المشكلة